تستضيف مملكة البحرين فضلاً عن كونها موطناً لرياضة السيارات في الشرق الأوسط وفي هذا الإطار تواصل الإدارات المعنية بوزارة الداخلية استعداداتها للمساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي حيث تعمل مدرية شرطة المحافظة الجنوبية على تقديم الخدمات الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات ووضع خطط الطوارئ والخطط البديلة وتحقيق سرعة الاستجابة المطلوبة عملنا مع الجهزة الأمنية على عداد خطط أمنية وعملنا على قرفة تلقي البلاغ بتكون داخل حلبة البحرين تسهل على مرتدي هذه الحلبة في إجراءاتهم والأمور اللي يحتاجونها داخل حلبة البحرين ويتم دراسة الخطط الموضوعة والتدريب عليها بشكل دقيق بما يضمن تنفيذها بكل مهنية في ضوء الخبرات المتراكمة مع التنسيق مع الجهة المنظمة بشأن الترتيبات الأمنية سواء داخل الحلبة أو من خلال عمليات التفتيش الدقيقة وتنظيم الدخول والمشاركة في الفعاليات نتمنى من الجماهير أنها تلتزم بالأنظمة تلتزم بالقوانين وأنها يتحاضر مبكر إلى هذا السباق عسى استفادية للازدحامات وأنها تتساعد مع المنظمين وتحافظ على المقتنات الشخصية لأنه طالما السنوات الماضية يكون فيه كثير من فقدان المقتنات الشخصية أو ضياع الأطفال فنحن نحثهم على الانتباه على هذه الأمور ونقطة أخيرة الأشياء الممنوعة من دخولها الحلبة نتمنى منهم من البداية أنهم لم يدخلونها عسى أنها لا تتوقف عن فجزة التفتيش وتنتشر قوات الأمن في محيط الحلبة من خلال دوريات منتظمة فضلا عن انتشارها بجميع الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الحلبة وحتى تكتمل منظومة الأمن الشامل يتطلب الأمر من كافة المشاركين والزوار لالتزام بالإرشادات المقررة من أجل أمن وسلامة الجميع وإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي موسيقى 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 موسيقى